ايه يا عظيدي هالله هالله بالعافية ايه يا عظيدي هالله هالله ايه خلها بجفن عينك وخل تحرسها لهداب تدري اختنا معودة عالعز والحجاب خلها بجفن عينك وخل تحرسها لهداب لبيتكم الطيبين الطاهرين لعن الله الظالمين لكم من الاولين والاخرين الى ابد الابدين فازوا الله من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ الى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما قضى الزكي فنوح يا محبيه قضى الزكي فنوح يا محبيه وابكو عليه وقد قطعت احشاؤه قطعا وصار يلفظ هايا في الطشت من فيه ولم يزايل كاظما للغيظ محتسب على الاذايا صابرا في جنب باره حتى قضى بنقيع السم مضطهد هذا عزيز الزهراء احد العلماء رآها في الرؤية قالت انتم كثيرا تذكرون ولد الحسين عليه السلام لكن قل ما تذكروا ولد الحسن سلام الله عليه حتى قضى يا يا بنقيع السم مضطهد يا يا وجرع الموت قسرا من أعادي يا 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 وأصبح يا المجد قد هدت قواعده والجود أصبح ينعاه ويبكي يا 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 مضلومية الإمام الحسن عليه السلام ما سلم من المضلومية حتى بعد استشهاده لما جاءوا بنعشه الشريف وإذا يرمون جنازة الإمام بالسهام يقول العلام المجلسي رحمه الله حتى استل منه سبعون نبلا الله أكبر والله بس هايام دهر ما شفت بفراح بس هايام ومثل نعش الحسن ينصاب بس هايام وبفاضل بسل السيف بس هايام ومثل حيدر تشتف بالوصي مثل حيدر تشتف بالوصي مثل حيدر تشتف مثل حيدر تشتف للوصي العظيمنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلبيا قلبون والعاقبة للمتقين آمنا بالله قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية صدق الله العلي العظيم اللهم صلى على محمد وآل محمد الإمام الصادق عليه السلام يقول عن هذه الآية الكريمة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يقول هذا النصف الأول نزل في الإمام الحسن عليه السلام وقوله تعالى فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية يقول هذه نزلت في الحسين عليه السلام شن يعني يعني الآية الكريمة بيّنت أن تكليف الإمام الحسن عليه السلام كان الكف عن القتال والقيام وكان تكليف الإمام الحسين عليه السلام هو القيام والجهاد طيب من هنا نحاول في هذه الدقائق الإجابة على مسألة عقائدية مهمة جداً في الإمامة وانت مطالب بها زين لأن تؤمن بالإمامة أن الإمامة أصل من أصول الدين وشنه معنى الإمامة هاي من معانيها هاي المسألة التي سوف نطرحها من لوازمها ويجب عليك أن تعرفها قلنا في مناسبات سابقة أن أصول الدين لا تقليد فيها العقائد لا تقليد فيها لازم أنت بالفكر والجد والاجتهاد تعرف ربك وتعرف نبيك وتعرف أئمتك وتعرف كل القضايا العقائدية هذا أمر واجب واجب أوجب من الصلاة أوجب من الصيام أوجب من الحج يعني ذنيك فروع دين هذا أني شنو؟ هذا أني أصول دين إذا صار خلل بفروع الدين الأصول تسده والعكس بالعكس إذا صار خلل بأصول الدين الفروع ما تسده لو صليت ما صليت وصمت ما صمت وتصدقت ما تصدقت وحججت ما حججت شوف من التسمية أصول وفروع زين ما هو هذا السؤال كلامنا مختصرا السؤال اللي يطرح نفسه وترحوه خصوصا الأعداء لأهل البيت عليهم السلام ظاهرا قضيتان متناقضتان قضية الإمام الحسن عليه السلام وقضية الإمام الحسين سلام الله عليه لماذا هذا صالح وكف ولماذا هذا سلام الله عليهم قاتل وجاهد وبالأمس أجبنا على بعضها لما ذكرنا قضية وما حملك للنساء شاء الله أن يراهن سبايا وضحنا شيء من ذلك كذلك هنا لماذا يصالح الإمام الحسن عليه السلام ولماذا يقاتل الإمام الحسين سلام الله عليه زين طبعا أنا دائما أخواني يعرفون أحب الإختصار والسير مباشرة كل الأسباب التي ذكرها أغلب العلماء في كتبهم تعد أسباب ثانوية أسباب ولكن ليست أسباب حقيقية رئيسية زين مثلاً مثلاً ستقول مثلاً شنو يعني مثلاً لو الآن سئلت لماذا صالح الإمام الحسن عليه السلام الإجابة المعروفة والمشهورة أنا ما عنده أعوان ما عنده أعوانه أغلبهم أقرب الناس إلى عبيد الله بن العباس أخو عبد الله بن العباس هذا كان قائد الجيش شوف رتبته يعني لو هزب هالوقت شي يسموه يعني قائد الجيش فوق اللواء فريق ما ذلك شنو زين أعلى رتبة بالجيش زين وهذا ابن عم الإمام سلام الله عليه آية اثنين ثالثاً معاوية بعث بسر ابن أرطاءات أيام كان هو عامل الإمام علي عليه السلام على اليمن فهو انهزم شردوا عفعائلته وبسر ذبح اثنين من أطفاله ذبحهم اثنين أطفال 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 صغار بعد بالمهد ذبحهم داعش ترى مستوى محسب هالك من زمان بس احنا ما عايشين التاريخ ولا قارين التاريخ فبعض الناس يتعجب من يشوف هالها لا تتعجبون شو الطين مئة سنة ما بيها هالفعال يقرأوا التاريخ ويشوفوا مآسي مآسي القوم أبناء القوم هاي زين سنة هاي تجري سنة الخير تجري وسنة الشر شنو تجري فإذن هو قائد الجيش وابن عم الإمام عليه السلام وشنو معاوية كان قتل اثنين من أبناء يطلب ثار يعني يعني كم سبب عنده ها لكن آه من صرر معاوية من قلة الإمام الحسن عليه السلام بعد ما عبيد الله بن العباس راح زين مليون درهم ألف ألف يعني بوقتها يشتري ربع الكرة الأرضية بيها زين من باب يعني المجاز هذا مبلغ خطير جدا ولذلك واحد من اجي بعديا وقاموا يصيحون هذا خائن خائن الإمام خطب سلام الله عليه قالهم أغلبكم أغلبكم نفس عبيد الله بن العبا قال لا سيد قال لا لا انتو شوفوا صرر معاوية وبعدين يحجوا مثلنا من يقول من يقول ملتزمين من يقول قعدت التجابوك خلوك بكرسي الوزير وما صرت مثله نحن 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 نحشي مثلا على الوزير الفلاني على الحكومة الفلانية على الغن الفلاني على كذا هاي بالعراق عدنا كلها تحشي هل عرضت عليك دنيا هارون الرشيد فرفضتها جرب يا الله تتكلم ولذلك العاقل ما يريد يجرب أصلا أصلا يبتعد بإمكانه لكن يبتعد يخلص ليش ليش لا تقول أنا واثق بنفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة إذا إذا تشعر أنك واثق بنفسك فقد أطعت الشيطان التفتوا يا أخوان اقرأوا كتب الأخلاق هذا لي يقول أنا واثق من نفسي ترى خلي ينتبه واقع بأكبر كبيرة بإطاعة الشيطان الله على لسان الصالحين والأنبياء وما أبرئ شنو نفسي أعداء أعداء المرء نفسه التي بين جنبه الآن من عدنا في زماننا هذا وأغلب الأزمنة من تجي تسئلة شلونك أنت والله أنا واثق بنفسي واثق بنفسك تخلي خليك على الكرسي وبيدك مليار دولار دولار من توصل دولارات يعني شوي يسال له اللعاب ولا رقيب ولا هاي بس الله عز وجل هاي عندنا بالعراق ماكو فقط شنو فقط الله عز وجل لا قانون لكن الآواد كل القانون بكيف هم يلعبون بيلعب واغلب الأحيان وين ما كان لكن تختلف من مكان المكان أكو حرامي شريف أكو حرامي نص ونص خمسين بالمئة وأكو حرامي لا جمل بما حمل أيها تصنيف الحرامية فمن يقول أنت أو أنا اللي نتكلم إذا قعدنا على كرسي الرئاسة وكرسي الحكم وغيرها والوزارة ها نجي الدور نحضر التعازي ونحضر الروح يوم الفقراء نسأل على أحوالهم ونطالب بحقوق الشعيب هاي قبل الانتخابات كلها سوية لكن بعد الانتخابات ما يفوز ولا كأم فقالهم الإمام عليه السلام قالهم عمي قعدوا سكتوا هل نحكي بالعامية قعدوا سكتوا تغركم سرار معاوية لفلوس قال لا لا يجوز القصاص قبل الجناية ومعرف إيش قال عمي تتصيح تعال شو تعال بايع بايع قال لي يا الله روح روح قاتل مش صاح لقل بايع مرة ثانية قال كل ساعة أبايع قال إي تنكث أمام الناس قال تنكث قال يا ابن رسول الله أنا أنكث أنا وأني وأني واثق بنفس وأني وأني هاي ماكو ماكو بس وصليهم وهكذا الثاني والثالث اقرأوا سيرة ومظلومية الإمام الحسن عليه السلام في التاريخ الله يساعد قلب إي هاي وحدة يش أذكر لك من مظلومية والثاني والثالث وكذا إلى أن كشفهم جميعا بفتنة الصلح خل نجم فإذن ربا قائل يقول أن السبب شنو قلة الأعوان يسيقل لك أعوان الإمام الحسن عليه السلام أكثر من أعوان الإمام الحسين سلام الله عليه يلا شجاو إذن لماذا خرج الإمام الحسين عليه السلام من الأعوان سبعين لا الإمام الحسن عليه السلام ربما عده سبعمئة زين شي تقول ما تقدر يسمون دليل نقضي ينقضون عليك ليش قتلك ظاهرا يقولون قضيتان جنو متناقضة زين يا بل لماذا قاتل الإمام الحسن عليه السلام وخرج ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو الإمام الحسن عليه السلام لماذا لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا تذكر شيء في إمام نفس كلامك مفهوم يصير طعن بالإمام الآخر عليه السلام هي طبعا أسباب ولكن ليس هذا هو السبب الرئيسي إذا عرفنا السبب الرئيسي تصير هاي أسباب صحيحة لكن ثانوية إذن ما هو السبب الرئيسي قليل الذين يذكرون السبب الرئيسي أنا في قراءتي لم أجد أحدا ذكر السبب الرئيسي والحقيقي لقضية صلح الإمام الحسن عليه السلام وجهاد الإمام الحسين عليه السلام إلا آية الله الشيخ الأوحد أحمد بن زين الدين الأحسائي اللهم سلام ما هو هذا السبب السبب يقول هو نوع فتنة واختبار من الله هو نوع شوف انتبه لدقة الكلمة يعني بعض الإخوان مرات من أخلص المجلس يتعبني يجي يسألني سؤال أنا يستوني قائلة بالمجلس يعني مجاوب بعدين فأرجو الانتباه للكلمات ودقتها نوع شوف مو اختبار نوع اختبار نوع اختبار الله عز وجل قد يختبرك بمن بعدة اختبارات يختبرك بالعبادة يختبرك بالجيرة يختبرك بصلة الرحم يختبرك بامرأة سوء لا سامح الله بأولاد سوء يختبرك في شهواتك زين يختبرك ما اختبارات الابتلاءات الالهية انواع مختلفة النبي صلى الله عليه وعلي ماذا يقول يقول اياكم والمحقرات من الذنوب قيل يا رسول الله وما المحقرات من الذنوب قال ان يقول احدكم الحمد لله ليس عندي ذنب الا هذا يعني انا تسعة وتسعين بالمية انا امشنو امد الواجبات وتارك المحرمات هالذنب هذا يعني هيش الله سبحانه وتعالى يحاسبني اي نعم ومن قال لك لا يحاسبك ومن قال لك لا يحاسبك في الحديث الشريف ان الله عز وجل اخفى اربعا في اربع واخفى صخطه في معصيته فلا تستصغرن معصية فلعل فيها غضب الله عز وجل هو بكيف نلو بكيف يعني يوم القيامة اجي اقل لله عز وجل اقل لا اله يشوف ذاك مسوش قد ذنوب انا ذنب واحد كيف الوب كيف تدري ليش هذا الذنب هذا الذنب مع هذا الشعور اعظم من كل الذنوب لانه امن من مكر الله ولا يأمن مكر الله الا القوم الكافرون شوف انت وقعت باكبر كبيرة من اكبر اكبر من الزنا اكبر من اديلة الشرك اديلة الشرك وهو الامن من مكر الله وعقوبته فهذا الشعور معناه هذا المؤمن الحقيقي لا المؤمن الحقيقي يا با انت مذنب يقول مذنب ايه نعم ما يستصغر ذنبه يا با هذا ذنبك شنو صغير قال لا لا كبير زين انا اشد الناس جرما انا هذا المؤمن هذا شغلته سهله هذا سهله بينما هذا اللي ها انا 99% يمسوي على هاي الله يحاسبني ايه ليش لان صرت في مكان الله عز وجل ايه نعم لان صار في مكان هو يغفر وهو شنو لا يغفر صار بمكان الله عز وجل فانت اشعر بالذنب قول انا مذنب قول انا مقصر لكن التي جي انت تبادل الادوار وتصير بمكان الله عز وجل وتقول هس هذا ولكن اطيك فد مثال ثاني الامثلة كثيرة وانتم فاليوم فالشخص عنده بنت يعني عمرها بس انا اقل اجيب الهوية وكذا بس بينها قريبة للبلوغ البنت اش قد تبلغ تسع سنوات هلالية مو ميلادية بس هاي حاجة طويل عوفة نجي الهاي المسألة هذا ما كان محجبها شعارها طويل زين لابسة بنطرون كابوي ما شاء الله الحضارة وصلت لنا والحمد لله سبناتنا كلهم لابسات مو كلهم يعني نقول كلهم يعني تسعين اثمانين بالمئة مثلا زين فما شاء الله بنطرون كابوي اذا تشبه الرجال بالنساء والنساء شنو لبست النساء ملابس الرجال والرجال ملابس شنو شايف احنا من خاطب يعني الحاضرين حاشا وكل بس اولا نذكر هذا للذكرى ان الذكرى تنفع المؤمنين ولا سامح الله واحد اثنيا بالاضافة الى انه هاي مسؤوليتكم انت مو تسمع من هذا المنبر وفي مال الله مسؤوليتك فليبلغ الشاهد الغائب تدري لو ما تدري هذا واجب عليك انت مطبق ان شاء انا مطبق ما لعلاقة بالناس لا لك علاقة بجيرانك اقرباءك صديقك لان الامر بالمعروف انه عن المنكر بس على العلماء والخطباء لو على الجميع فانت كذلك للأسف ايو والله فقلت لعزيزي هذا مو لباسنا هذا هذا لباس اليهود هذا لباس الكافرين زين هذا مو تطور هذا هذا تسفل هذا تسافل هذا انحطاط التطور هاي بنتك سويلياها طبيبة سويلياها خلوقة سويلياها زوجة بارة زين هذا التطور ماذا قال لي هذا موضع تشاهد قال لي هس انت شايف هاي وما تروح تشوف ذنيت شايف النسوان اللي طلعات بطون هين وما در شون هاي شلها علاقة هاي شلها علاقة شلها ربط هاي يعني يعني عذر هذا زين تقل يا بأنت ليش تبوق مثلا بالميزان قال لسا انت مقابلني إلي والله بقت لربع كيلور تروح شوف الحكومة هاي بالعراق روح شوف الحكومة شقد باقت هاي شلها ربط هاي هذا حرام وهذا شنو يعني عذر انت يعني يوم القيامة الله عز وجل يقلك والله انت معفو عنه لأن الحكومة بقى تكثر من عندك الآن السرقة هذاك اليهود اللي سأل السيد المرتضى قال يد يد بخمسمائين يعني خمسمية بخمسمائين عزجد يعني ذهب فديت أو وديت ديتها هاي شقد واحد يقطع واحد خمسمائة دينار ذهبي يعني دينار ثلاثة اربع المثقال حوالي اذا اثنين هن الف لازم فيريد يعترض على حكم شرعي اسلامي زين اذا سرق ربع دينار تقص قال يد بخمسمائين عزجد فديت ما بالها قطعت بربع دينار يعني يعني يبوق ربع دينار أو يبوق الف دينار ايد شنو تقطع زين هذا يجي يقول أنا ربع دينار بقود وذاك ألف دينار نفس الشيء من ناحية إجراء الحكم نفس الشيء قال الله أنا أنا أعتقد شنو التتاق شنو موقعك من العراق أنت تميز الاستنجاء من الاستبراء حتى تعرف أحكام الله عز وجل ها هل كم رؤ لم يعرف قدر نفسه ما يعرف قيمة نفسه فلا يحقر الذنوب فالله سبحانه وتعالى نرجع إلى موضوعنا الله سبحانه وتعالى يختبر ويبتلي ويمتحن العبد على ما يريده ولا على ما يريد العبد فالحادثة يروى أن إبليس قال حاجة ربه كلمه قال إلهي أنا عبدتك عبادة لا توصف تدري في سجدة واحدة ثلاثة آلاف سنة تقول الرواية في سجدة واحدة ثلاثة آلاف سنة شوف هذه العبادة اللي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ليش ظهر حقيقة هذا العمل والله كشف الله سبحانه تعالى من حادثة السجود لآدم كشف كثير من الأمور هاي وحدة من عدو قال لو أعبدك عبادة لا توصف قال إي احنا نحكيها بالمعنى يعني بالعامية شتري قال فقط اعفني من السجود لآدم الله سبحانه تعالى شقال له قال لذيش العبادة ما أريدها واتجي ما أريدها فقط أسجد لآدم أريدك أن تعبدني من حيث أنا أريد لا من حيث أنت هو الله هو الخالق هو المعبود ونحن العبيد زين تقل للخادم مالتك للعبيد تجيب لاستكان شاي يقولك لا سأجيب لك قهوة يمكن تضرب راجد كيف 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 العبد يمتثل لأمر سيده ومولاه هاي معنى العبودية من نقول إياك نعبد وسلم تسليم تسلم لله وتسلم لمحمد وآل محمد تستفهم نعم تسأل نعم تريد أن تعرف نعم بأصول السؤال والمعرفة نعم لا بأس اسألوا ماكو مانع من ذلك لكن تعترض أو تحتج زين أو لا بعضهم أريد الله يبتليني ويختبرني ضمن شنو إلهي ليش أيش سويت بي اطيتني امرأة سيئة له جار سيئة له كذا يعترض على أمر الله عز وجل المؤمن الحقيقي صبرا على قضائك يا رب هذا هذا المؤمن هذا الإيمان الحقيقي هذا اللي نستلهم من الإمام الحسين عليه السلام هذا اللي نستلهم من الإمام الحسن سلام الله عليه لا مجرد مصيبة بكاء ونوح وقط وإن كان منها هاي نأخذ العبر منهم هذا إحياء أمرهم سلام الله عليهم أن نقتدي بهم أن نعرف تكليفنا أريدك أن تعبدني من حيث أنا أريد لا من حيث أنت تريد يصير أكو أكو شايف بعض الطلاب اللي هو ما يقرأ لو غبي لو مقصر يجي يقل له ليش ما تجاوب يقل له والله أنا قاري الكتاب كله بس هذا السؤال ما أقاري يقل له أيوان أريد هذا السؤال شوفوا تشذب أنا قاري الكتاب كله بس هذا السؤال لو أستاذ أنا أخلي أسئلة وأجاوب عليها الطالب يقل للأستاذ أنا أخلي أسئلة وأجاوب عليها صير هذا فكيف بالله سبحانه وتعالى فهو نوع اختبار اختبر زمان أهل زمان الإمام الحسن عليه السلام بمن بالصلح اختبر أهل زمان الإمام الحسين عليه السلام بمن بالقتال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قالهم وقعدوا ليقلوا لليش نقعدون صالح 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 سمعا وطاع سيدي ومولاه هذا المأموم إمام وشنو مأموم ولذلك سعد ابن قيس ابن عبادة إجا للإمام الحسن عليه السلام هاي هم موضع شاهد قل يا ابن رسول الله مد يدك مد يدك أبايعك على أن تقاتل الناكثين الإمام عليه السلام قال روح ما أريد بياتك تدري شنو يعني هذا الرجل إذا قام شيخ عشاير آلاف يقومون معه آلاف يقومون معه منه الآن يريد يرشح الانتخابات ويجي شيخ عشيرة عدى أربعة آلاف خمست آلاف صوت وما يمتثل إلى شروطه وخصوصا إذا شروطه ظاهرا توافق شنو توافق مراد الإمام عليه السلام لأنه هو الإمام متوجه وجمع الجيش لقتال الناكب لماذا رده الإمام عليه السلام لأن لما يرد ما يصير إمام لما يرد ما يصير إمام هذا الرجل ذكي من شاف أن الإمام قال ما أريد بيعتك قال إذن ماذا قال تبايعني على السمع والطاعة أنا إمام وأنت شنو وهذا الرجل ثبت كان من الثابت طبق وكان من الثابت الآن أنت تصلي صلاة جماعة إمام وشنو ومأموم صلاة جماعة يصير يكبر قبل ما هو يكبر قال الله تكباطل يصير تركع قبل أن يركع كما يفعل شنو توافقه زين مثل أي تقدم سوف يؤدي إلى أبو الله وأي تأخر كثير سوف يؤدي إلى بطلان الصلاة فكيف بالإمامة الأصولية من أصول الدين زين اللي أحكام العبادات أحكام المعاملات طلاق نكاح مواريث أحكام الجهاد دماء أحكام اللي هي أحكام النظام الإلهي من من يتصدى لها إمام معصوم مفترض الطاعة من قبل الله سبحانه وتعالى فإذن يا إخواني هذه التفتوا فابتلي الإمام الحسن عليه السلام بهذا البلاء الاختبار بالصل امتحن الإمام الحسين عليه السلام بمن بالقتال الأئمة التسعة إلى الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف ابتلوا بمن بالتقية التقية ديني ودينه آبائي ومن لا تقية له لا دين له يطلع مسوي إلى أربع حكايات يعرف إلى أربع حكايات ونص ومسوي إلى فضائية ومدرم مين مدعوم ويشرق ويغرب ويحكب كيف الإمام يقول عليه السلام روايات كثيرة أقرأ في البحار وفي الوسائل من أذاع أمرنا أو سرنا فكأنما أكل لحومنا كأنما قتلنا عمدا ولا يقشمرون الجهل والناس هذاك زمن وحد سيختلف الآن لا ما يختلف دعب للخزاع سأل الإمام الرضا عليه السلام قال متى يا ابن رسول الله إلى متى مثل شيعتنا هذو القلقين ضعاف النفوس وضعاف الإيمان إلى متى نظل وإحنا بهذا عجبك عجبك مين عجبك روح آيستراليا وديش أمريكا وروح عيش صير صير نصراني صير يهودي صير لا صير شيعي هذا طريق من قائل لك الصير شيعي مشيناها خطن كتبت علينا ومن كتبت عليه خطن مشاها تريد دنيا هذه الدنيا موجودة روح يطوك دفتر دفترين لا يسموه دفاتر هناك عشرة آلاف دولار يسموه دفتر يطوك بس عوف ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام يطوك لما يطوك أنت شايف بينما واحد مستبصر يصير شيعي من يطي من يطي ما بدلناه هذا طريق علي بن أبي طالب سلام الله عليه فلا يجي واحد هاي المشكلة هذا زمن الصقيان إذا ترأس الصبيان هاي الصبيان إذا ترأس هذا استوى نبتت للحية انخدع بشمح شاية منا منا وقال أنا ابن جلا وطلع الثناية متى أضع العمامة تعرفوني واني واني ولا تقيه فلما سأل دعب للإمامة الرضا عليه السلام أضاف لبيت من الشعر إلى قصيدة التائية قل إلى متى يا ابن رسول الله قال إلى الحشر قال إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عننا الهم والكربات الله محمد وعلي محمد شوف الله سبحانه وتعالى شما بتليك انت في هذا الزمان شما بتليك ها بتليك بغيبة الإمام شوف من يصبر على غيبة الإمام ولماذا غائب الإمام ولماذا لا يخرج ولماذا والله أسمع واحد يقول ما عد أنصار احترم نفسك إحنا بحاجة للإمام الإمام هي شعاجز يريد لأنصار ترى هي مسامحة حتى من نقول أنصار الإمام إحنا أنصار أنفسنا حقيقة مسامحة هاي مجازا إخواني مجازا أن تنصر الله ينصركم ومن ينصر الله إحنا بحاجة إلى نصر الله الله بحاجة إلى نصرنا هاي مجازا مو حقيقة هاي يعرف معناها هاي شوف الله عز وجل شنون يبتلاك وشوف الاستهزاء بينه أما آن للسرداب أن يلد الذي صيرتموه بزعمكم إنسانا فعلى عقولكم العفا فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان من ذاك الوقت شايف بالأنترنت وين إمامكم ما يطلع ويخلصكم هاي ولتسمعن من الذين كفروا أذن كثير زين حتى تكونوا عندهم أجيف من الميتة أو أنت من الميتة هذا صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصدق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يعجبك يعجبك اجي قال لي يا رسول الله أنا أحب علي ابن أبي طالب قال استعد لكثرة الأعداء زين تترك علي ابن طالب روح تتعيش براحة كذا ما يسيحولك شيعي ولا رافضي ولا يستبيح من حرمتك موجود هاي الأبواب موجودة زين أما إذا أردت الحق وهذا هو الحق طريق الحق شنو صعب كل أشواك زين زين هاي ضريبة لازم تدفعها أنا أشوف بعض المؤمنين إلى متى ومدرشنه ويضجوار وليش ومعرف إيش جاي مني علي أن أنت ومني على علي ابن أبي طالب عليه السلام قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن أن هداكم للإيمان زين زين الله يقبلنا زين أهل البيت يقبلونا سلام الله عليهم لا يجي يتفلسف إلى متى وليش ومدرشنه ومعرف إيش أنا أشوف مرات من يصير قضايا إرهابية وغيرها بالمؤمنين وهاي يلتقون قسم يعني والله يفشل من يحجي قسم لا والله يرفع الرأس كلامه ومنطقة مرة تفجير صار في العراق فإن واحد طلع قال ثنين من أقرباء ماتوا وقبلهم عمامي وخوالي وأخوتي دار وجه على الكاميرا وقل لهم وسمعوا يا كذا وكذا أبد والله ما ننسى حسينه هذا الإيمان هذا المؤمن قوي كالجبل لا تحركه الهواصف ذكرت لكم بعض الأخوان ما كانوا حاضرين في قول زينب عليه السلام وين من كربلة إلى الكوفة بتلك الحال ومن هوان الدنيا على الله أن تدخل على دواوين الأدعياء وأبناء الأدعياء على مجلس ما بارح اللهوة والخمر ويقلها ويقلها عدو الله كيف رأيت صنع الله بأخيك يتقل لما رأيت إلا جميلة تدري هايش سوت بيت لو ما تدري دمرت بحيث فقد عصابه فقد عصابه بحيث ما رأيت تعلمون أن هذا الكلام إلى بعض المؤمنين أو ضعاف الإيمان حتى يقوى إيمانهم فإذن هو نوع اختبار أنواع الاختبار الإلهية كما يشاء هو سبحانه ولذلك الإمام الحسن المشتبى عليه السلام هذا راح وخان الثاني راح وخان قالهم ها بيعي محظري باجري يريد يسلمون المعاوية بيع فأخرج أضغانهم وأبان حقيقتهم عندما قال لهم سوف أصالح معاوية هجموا علي هجموا على خيمته ما خلو شي بالخيمة حتى الفسطات الذي يصلي عليه سحبوه من تحت أقدامه وقفل راجعا بأبي وأمي بثل قليل من أنصاره بالطريق جاءه ملعون ضربه على فخذه حتى وصلت الضرب إلى العظم سامحا لو ما سامح مولاز إمامك الحسن عليه السلام أوذي كثيرا وقد دس السم لإمامنا ست مرات مو مرة واحدة أخواني وكل مرة قادرة على أن تقتل أجيال وأجيال آلاف وآلاك مو عدو الرحمن بن ملجم لما جابه قلت له أم كلثوم كانت واكفة قلت له يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين قال بل قتلت أباك ثم ثم قالت إن شاء الله لا بأس عليه قال هيهات هيهات شوف شوف ذول أعداء الله شنو من حقد شنو من استعداد شي سوون من إرهاب شي سوون من أسلحة قال هيهات هيهات لقد ابتعته بألف اشترى السيف بألف يا دينار يا درهم زين ولقد سممته بألف الله أكبر سم سم بألف درهم يعني شنو من سم هذا اسمع كلمت شي يقول 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 لها فوالله لقد ضربته ضرب لو مضت على جميع أهل هذا المصر الكوفة يعني لقتلتهم جميعا شوف ست مرات سقي إمامنا الحسن عليه السلام لكن المرة الأخيرة هذه أخذت منه مأخذا عظيم حتى لفظ أحشاءه الشريف كأني بأخيه الحسين عليه السلام قد دخل عليه وهو يجود بنفسه وجده وبين يديه طشت وفي يديه عود يقلب قطعة من أحشائه الشريف لما رأى الإمام الحسين حال أخيه أجهش بالبكاء والنحيب رفع الإمام الحسن رأس قال أخي يا حسين لا تبكي إنما أنا أقتل بسم ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله يقول الراوي بينما هم هكذا وإذا بالباب تطرق قال الإمام الحسين من على الباب قالت أنا أختكم زين جاءت تسأل على حال أخيها الإمام الحسن قال لأخيه أخي حسين غيب الطشت لألا ترى أختنا ما فيه يقول يا أخي يا أخي أحسين شيل الطشت عني خواتك يا أبو السجاء يا 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 أي الليلة هكا ليلة الحسين عليه السلام هذا عزيز الزهراء سلام الله عليها ها مأجور والله الله يرحم هذه الوهن والحن يقول يا أخي يا أخي أحسين شيل الطشت عني خواتك يا أبو السجاء يا 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 تجاي أني يردني يا أخي يود عني يا 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 ويردني شبع شاء يا 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 أني الإمام الحسين عليه السلام رفعت تغيبه ودخل الزينب سلام الله عليها لما نظرت إلى وجه أخيها الحسن صاحت وأخاه وحسنة لأن تغير لون وجهه خضر بأبي وأمي من شدة حرارة السم دخل أنا الفاجد أنا الفاجد الأم وبي إيا ونلجا يتعاف إيا إيا لخي أي لما حضرت إمامنا الوفا جعل رأسه في حجر أخيه الحسين يا مؤمنون آجركم الله ثم استقبل القبل ومد يديه ورجله وأخذ يوصي الإمام الحسين بوصاياه ثم غمض عينه وفاضت روحه الشريف رحم الله المنادي أيو إماما أيو حسن أيو سيد أيو مسمو ورحم الله المنادي أيو حسين أعظم الله لك الأجر يقل يا أبو محمد نح الجسم على فرق آغ أي عس نروح كل أحنا أي 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 فدا أي ويا الإمام لما وقف على قبر أخيه الحسين ألحده في لحده ورى عليه التراب وقف جعل أصابعه على شفير القبر ودموعه تجري وهو يقرأ وياها أده أدهن رأي أسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت سليب بكاء طويل والدموع غزيرة وأنت بعيد والمزار قريب إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الأسماء إليك فارجعنا يا الله اللهم اشفي كل مريض خصوصا من أوصانا بالدعائش في مرضاهم اقضي حوائجهم احفظ الإسلام والمسلمين أيد علماءنا العاملين اجعل بلاد المؤمنين في أمن وأمان أخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا أخواني المؤسسون تقبل أعمالهم وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتح مع الصلوات